موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سيدي يا رسول الله أرجى الحديث بسيرة المختار وتعطرب بمديحه أشعاري يا سيدي ألف غيرك من يجيب إذا دعي أو من يكيل إذا ذللت عساري فامدد يمينك بالعطاء وبالندى وحب الفقير بفيضها المدراري أنت الذي ملأ الوجود بجوده والجود بعض خلائق المختار اللهم صلي يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المبارك الكريم في هذا البرنامج الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن الخاتمة تعالوا بنا نعيش في موضوع عظيم للغاية لو تأملناه كثيرا لوجدنا أن الفضل فيه كبير وأن الجزاء فيه عظيم موضوع لو استشعرناه لا وجدنا فيه الفضل والخير الكثير يطرأ هو فاصل ونواصل فانتظرون الحمد لله عدنا إليكم من جديد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين يا رب العالمين قبل الفاصل كنت أكلم مع حضركم حول موضوع عظيم جدا لو استشعرناه لوجدنا فيه الخير الكثير والفضل الكبير ووجدنا فيه الراحة والسعادة والطمأنينة وشعرنا فيه بجد وبصدق أن الله تبارك وتعالى قريب من العبد كيف لي وكيف بذلك أقول لا تحزن أن تغالي عند الله لا تحزن أن تغالي عند الله موضوع يحتاج منا إلى وقفات ويحتاج منا إلى فكر ويحتاج منا إلى تدقيق ويحتاج منا إلى إمعان نظر ويحتاج منا إلى أن نقف عند كل كلمة بفكر وبروية يعني إيه لا تحزن أن تغالي عند الله الله تبارك وتعالى أيها العباد أيها الأخ الكريم كما نقول دائما وأبدا لم يخلق العباد ليعذب العباد لأن الله غني عننا وعن عبادتنا الله غني عننا وعن عبادتنا وإنما خلق الإنسان في هذا الكون لأمور ولحكمة لحكمة غالية عظيمة هذه الحكمة أولا أن الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل هي الغاية فقط؟ لا ولإعمار الكون هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ولذلك الله تبارك وتعالى حرم جميع أنواع الفساد أو الذين يسعون في الأرض فسادا وبيّن أن هؤلاء أصحاب ضلالة والقرآن تكلم عنهم في أكثر من موضع وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون وبالتالي كذلك الله تبارك وتعالى بعد أن خلقنا لعبادته وخلقنا لإعمار الكون خلقنا أيضا الحق سبحانه وتعالى وجعل الإنسان خليفة ومكرم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال ولقد كرمنا بني آدم وكل هذا الكون مسخر لخدمة الإنسان أبعد هذا الإنسان يحزن؟ لا لكننا لا نستثمر هذا الفضل الكبير لا نستثمر هذا العطاء العظيم لا نستثمر هذا الخير الفياض الذي أنزله الله تبارك وتعالى لنا أصبحنا ننغمس في طريق الشهوات والمعاصي والسعادة والسعادة وسر السعادة وسر النجاح في الإيمان إذن الإيمان هو سر السعادة والسؤال من فقد هذا الإيمان؟ هل يكون سعيدا؟ لا لا يستشعر بسعادة أبدا وإنما الذي وجد هذا الإيمان وذاقا طعم هذا الإيمان حلاوة الإيمان ونور الإيمان وقذف الله تبارك وتعالى الإيمان في قلبه وهذا النور في قلبه تجد هذا الإنسان سعيدا فرحا بما عند الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى قد وعده بهذا ولذلك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه الله على هذا المعنى القرآني أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا هذا فريق وهذا فريق لكن هذا الذي استشعر هذا الوعد الإلهي واطمأن قلبه لما أعده الله تبارك وتعالى له فصار على المنهج واتبع هذا الطريق وصار إلى النجاح لأن الله تبارك وتعالى يريد منا أن يكون العبد قلبه دائما متعلق مع الله لا يغفل طرفة عين عن ذكر ربه ولا عن النعم الإلهية فيقابل هذه النعم بالشكر وقبيل هذا أن هذا الشكر إذا شكر الإنسان للمنعم زاده الله تبارك وتعالى نعما فوق النعم وإن جحد هذا الإنسان أيها العبد إن جحدت بهذه النعمة تكون في قزلان ولذلك أريد من كل واحد منا أن يعلم علم اليقين أننا في هذه الدنيا زائرون نسير في طريق هذا الطريق له نهاية لكن السعيد من يستشعر أن الله تبارك وتعالى معه ويراه ولذلك لا يخاف أبدا ولا يحزن أبدا حتى يا مولانا هذا العبد أو هذا الإنسان لو أصرف على نفسه في الذنوب والآثام والأوزار والمعاصي حتى والله يعلم أن الله تبارك وتعالى بابه لا يحجب بابه مفتوح بابه لا يغلق لكن يريد من هذا العبد أن يرجع إليه الله يفرح الله أشد فرحا بتوبة عبده الله أشد فرحا بتوبة عبده هذا العبد الذي يرجع إلى خالقه وحينما يبكي يبكي بكاء شديدا لأن الله تبارك وتعالى احتضنه وأن الله تبارك وتعالى قد أرجعه مرة ثانية أما الذي هو في غفلة دائمة وقلبه في غفلة لو ذكرته ليلة نهار بأن الله مطلع عليه أو أن الله ناظر إليه لا والله قلبه في غفلة قد تركت دنيا ولذلك لا تستغرب أبدا هناك إن من الأمور أمور الله تبارك وتعالى قد أعدها لك أو تحدث لك أيها الأخ الكريم في هذه الدنيا لبيان المكانة لك عند الله وأن الله تبارك وتعالى يفرح بك ويريد منك أن تكون متقربا منه تلجأ إليه ترجع إليه تقف على بابه لأن هذا الكون لو دققت النظر فيه لو وجدت هذا الكون كله إلى فناء إلى عدم الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي وكل ما سوى الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال نظرك فيك يكفيك أن الذي يستحق العبادة هو الله ولذلك أذكر لكم كصة عظيمة تطمئن القلوب ولكن بعد هذا الاتصال معنا اتصال أرجو أن يعيد الاتصال لمرت ثانية أم محمد يا أم محمد ألوغه فضل يا أم محمد أعم أنا كنت أقولك أبدي كده بس أقولي بس من سمعك والله بالراحة تفضلي بيتقول ليه ألوه الكصة الكصة بتقولي يا مولانا في عجالة في طمأنينة يعني رجل ركب سفينة ذات مرة وهو يسير في وسط البحر إذ بالموج يتلاطم هاجت الأمواج واشتدت العواصف فكانت النتيجة أن هذه السفينة انقلبت السفينة انقلبت فكل من في هذه السفينة أصابهم الغرق وأخذ هذا الرجل يبحث عن شيء ينجيه عن شيء يتمسك فيه يريد أن يصل إلى بر الأمان إلى بر السلامة إلى بر الأمن والأمان فأخذت الأمواج تلاطمه إلى أن وصل إلى بداية الشط يعني الموج أعد تلاطمه إلى أن وصل إيه إلى الشط بعد عدة أيام قدر الله سبحانه وتعالى فهذا الرجل أغمي عليه وأغشي عليه فلما فاق قام وسجد سجدة لله تبارك وتعالى شكرا لله لأن الله نجاه ويعلم أن الله تبارك وتعالى هذا العبد يعلم أن الله في عونه طالما أنه في عون أخيه وأنه يسعى دائما إلى رضى الله معنا اتصال سيدة فاطمة أيوة أيوة فضل كشبيه تفضلي لو سمحت أنا لي زميلة بتتبع طريقة معينة أنا مش هقولها اسمها اسم الطريقة دي يعني ابنها نجح فكتبت على صفيتها على الفيس شكرا لكسمتك يا رسول الله فهل الرسول صلى الله عليه وسلم له دخل بتقسيم الأرضاك دي حاجة حاجة تانية واحدة منهم عن نفس الطريقة توفق فكتبوا بينعوها على صفحتهم جعلها الله من خدام رسول الله في الجنة هل الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكون له خدام صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يركز أو يؤكد على بشرياته إنما أنا ابن امرأة من كريش كانت تأكل القديد من العيش فيعني مش عارفة أقول بس منتظر أرد حضرتك هجاوب في الوقت حاضر حاضر شكرا عليكم السلام وعلى الله وبركاته أم محمد ألو أم محمد فضالي أنا أنا في حتة أرض ثمانين مثل جزي كتبها للبنتين هو أبل ما يهوت وبدين أنا اللي بنتها بأدية وتعب وشغية وشغلي حيتي خليك معي خليك معي حتة أرض سبعين متر جزي ثمانين متر جزي عمل في إيه آه آه جزي كتبها لولادي البنتين وسبب هما بنتين بنتين وولد يعني هما ثلاث بنات كتبها البنتين والولد لا وفي بنت منهم لا وأنا بنتها وبتاع عبي وشغية وكل والآخر طردوني منه وجيت عندي ابني اللي أنا ما أدتوش حاجة أهدا معاه وقال لهم طب الدوني حقي حقي أنا ما بنات يقول لا مشي من هنا خالص ما لكيش حاجة هنا عز تخدي عشان تدي لابنك فأنا السؤال دلوقتي الأب الأب كتب تمانين متر دون للبنتين ليه للبنتين آه ليه ليه عشان آه عشان كان زعلان مع ابنو آه وأنا دلوقتي ما بنش بنام وتعبنى جدا لها ثلاث سنين بإيدة عنه ومش البنت الدوني حقي طب والبنت التالتة ما كتبلاش حاجة ليه علشان ما كتت اتجو خلاص تتجمع واتجو حاضر اجاوبك دعتي يا محمد حاضر اجاوبك الأستاذة فاطمة بتسأل بتقول بتقول يا مولانا لها زميلة تتبع طريقة فبتقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القسمة نعم نحن نؤكد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لان الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد ولكن التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإننا أتوسل بسيدنا النبي لربنا سبحانه وتعالى هذا أمر مشروع لا شيء فيه وأحد يقول لك مولانا وربنا محتاج وسطه تبس خليك معي وحدة وحدة من الذي أرشدنا إلى طريق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد يقول لك العقل العقل يهديك لأن الله تبارك وتعالى قال ألم نجعل له عينين ولسنا وشفتين وهديناه النجدين بيننا له طريق الخير وطريق الشر بهذا العقل بعد أن تعرض عليه الأمور والأدلة والبرهين يبدأ العقل هنا يشتغل إنما اللي عرفنا طريق ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما أتوسل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العالمين في مسأة من المسائل فهذا أمر مشروع وهذا أمر جائز إيه الدليل في أدلة معك يا مولانا فيه دليل معنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا انظرنا واسمعوا لم نظر سيدنا النبي صحيحة الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة كلمة الوسيلة عشو ما حدش يفهمها غلط هي الأداة الموصلة للغاية أو القناة الموصلة للغاية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصلنا لربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا طري ربنا سبحانه وتعالى وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البزار بأساندة صحيح والترمذي بأساندة صحيح وكذلك ابن ماجة رواه بعض أصحاب السنة كلهم يعني الحديث صحيح من رواية سيدنا عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى سيدنا النبي يقول له يا رسول الله سل الله لي أن يرد علي بصلي قال له إن شئت صبرت على عماك ولك الجنة وإلا دعوت الله لك قال له بل سل الله لي يا رسول الله أن يرد علي بصلي قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم اذهب إلى الميضاء يعني روح توضى ثم صلي ركعتين لله ثم اقرأ سورة الإخلاص ثم كل أدي الشيه دوباء اللهم إني أتوسل إليك بمحمد النبي الرحمة كتبوا الكلام ده ورايا اللهم إني أتوسل إليك بمحمد النبي الرحمة أن ترد علي بصري يا رسول الله سل الله لي يقول سيدنا عثمان بن حنيف فدخل هذا الرجل علينا بعد فترة المسجد وكأن لم يصبه شيء هذا الحديث صحيح لا مطعن فيه البتة فهي حينما توسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه قد يكون التعبير خنها لكن هي مش أصدق كده لكن هي أصدق يعني تشكر الحق سبحانه وتعالى وتشكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعني توسلت به وطلبت من الله تبارك وتعالى واحد يقول لك استنى وقف بص وقف كده مولانا مش ربنا يقول لك في القرآن الكريم وإذا سألك عبادة اربط المفاهيم معايا وعيش معايا عبادي عني فإني قريب ما لكش فقول يا رسول الله أو اتخذ رسول الله فإني قريب قل لك آه ما احنش فاهمني الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تبارك وتعالى يبين أنك غالي عنده في أي وقت وحين في أي زمان ومكان في كل لحظة إذا دعوت الله تبارك وتعالى الله يستجيب لك لكن بشروط لإن إحنا كتير بالنسبة ربنا ربنا ما يستجيبش لنا وأحيانا الله تبارك وتعالى يريد أن يرى من عبده أنه يلح إن الله يحب الملحين في الدعاء طب سيدنا النبي هنا يا مولانا ما هو قول لحضرتك على الحاجة الله قال هذا لأن كثيرا من الناس يغفلون عن مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يذهب مباشرة فليذهب ومن أراد أن يتخذك يا رسول الله يا حبيبي يا محمد فلا شيء في هذا بدليل الله تبارك وتعالى أقسم بحياة سيدنا رسول الله في القرآن الكريم فين بقى الكلام ده مولانا قال له إيه لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون في القرآن لعمرك بيحلب بحات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لفي سكراتهم يعمهون أدي بيان فحينما تقول أشكرك يا سيدي يا رسول الله أو أشكرك يا الله فهذا أمر لا شيء فيه ده بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني بتقول يا مولانا بتقول جعلنا الله تبارك وتعالى أو جعلنا الله من خدام سيدنا رسول الله ما المانع في ذلك هذا أمر مشروع ما فيش مشكلة يا رب كلنا يكون من خدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا أعزبنا الصحابة رضوان الله عليهم نعم إنت عاوزة تقولي من بلخش في حب سيدنا يا رسول الله إلى أن وصلوا إلى درجة الألوهية ده أمر صحيح ده فعلا صحيح بعضا من الناس يغالونا في سيدنا رسول الله إلى أن جعلوه إله لا هذا لا يصح ولا يجوز هذا يشيركم مع الله بنقوله صراحة هذا يشيركم مع الله إنما نجل رسول الله إنما نحترم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نوكره لتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلة نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر محمود هذا أمر عظيم ولذلك يا صاحب الحوض المطهر مذاقه هل إلى ظام بحبك نفحة وشراب لفيك يا جد الحسين شفاعة ترجى إذا مس النفوس عذابه حقيقة نحب رسول الله نحترم سيدنا رسول الله نوكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يجب علينا جميعا أن ننتبه إلى هذا الأمر لنؤله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نجل بشرية سيدنا رسول الله والصحابة عملوا كده مع سيدنا النبي لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم قال لا تقوموا لي كما يقوموا الأعاجب فقام سيدنا حسان بن ثابت شاعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي قال ألم أكل لكم لا تقوموا لي كما تقوموا الأعاجب فقال سيدنا حسان بن ثابت شاعر سيدنا رسول الله وأنشد قائلا قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن كان ذا عقل وبصر يرى هذا الجمال ولا يقوم فهذا بيان لمكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترام لسيدنا رسول الله فهذا أمر لا شيء فيه لكن أخشاه أن الأمر يتعدى من مسألة أو من قضية الاحترام والتقدير والتوكير والإجلال إلى مقام يدخل في مقام الأولية هذا لا صح وأنا يعني نأخذ على المعنى الحسن وعلى النئة الحسن هي لا تقصد هذا قد يكون التعبير وخانها لكن التوسل بسيدنا رسول الله أمر مشروع ولا شيء فيه أمر مشروع والأدلة في ذلك كثيرة لو ظللت أذكر هذه الأدلة والله من تهيت والله من تهيت والله تعالى أعلى وأعلم أم محمد بتولي مولانا جزها عنده حيث أرض كان 80 متر اشتراها وكتبها عنده تلب بنات وولد فكتبها البنتين وحرم الولد وحرم البنت ولذلك أنا بأقول دائما وأبدا يا أيها السادة الكرام يا أيها السادة الأماجد ساووا بين أولادكم في العطية كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم لا بد أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة هذا الأب قد ظلم نفسه ظلما كبيرا ظلما عظيما أتدرون لماذا؟ لأنه فرق الآن ولم يساوي بين الأولاد لم يساوي بين الأولاد طيب إيه جزاؤوا يا مولانا؟ فاصل ونواصل فانتظرونا الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح أن ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين قبل الفصل احنا بنتكلم على سؤال حجم محمد لما جزها كتب 80 متر لبنتين وحرم بنت وحرم ولد وقلت قبل الفصل أن هذا ظلم كبير وهذا إثم عظيم لأنه فرق بين الأولاد في العطية وسيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد على هذا صلى الله عليه وسلم وبينا في كثير من الحلقات وفي هذه الأسئلة أن العطية لها شروط قلنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحة يهمة من روايته سيدنا نعمان بن بشير أن سيدنا بشير والد سيدنا نعمان بن بشير كان سيدنا نعمان بن بشير صغير فأتى بي إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله جئتك أشهدك بأني سأعطي ولدي هذا عطية فهل ماذا قال له الحبيب قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم هل أعطيت أولادك قال له لا قال له اذهب فأشهد عليه غير درواية واللرونة اللي معنا اذهب فإني لا أشهد على ظلم فإني لا أشهد على ظلم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يشهد على هذه العطية لأن الأب قد ظلمها الأولاد وسيظلم الأولاد فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بيبين أن هذا الأمر خطأ قلنا إمتى الأب يميز الولد لو كان هو شغال وبرضه برضى أخواته ليه بنزرع الكره والحقد والغل والكراهية والحسد والبغضاء ودايما التنمر بين الأولاد ده أنت بوك فضلك عني ددك الجلبية بتاعتي ددك الجيكب بتاعي ددك العباية بتاعتني ددك الأرض ددك البيت ددك الغيط ددك الجرار ددك العربية ددك دد إيه إيه ده ليه ليه هذا خطأ وكان يجب على هاتين البنتين يجب عليهم عليهم أن يعيدوا الحق لأصحابه مرة ثانية كان المفترض عليهم أنهم يرجعوا كل حق ما ينفعش هذا ظلم لكن الأب هو الذي جان على نفسه من البداية طب الموقف إيه دلواتي معنا اتصال أم عمر السلام عليكم ورحمة الله عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته فضالي وحضرت بالصحة والسلام ربنا يكرمك له حسنت عنجي تلاتة والسبعين سنة بناديك الصح ومريضة وقعدة و قايلي وقايلي ضمور فادرائع الشمال مش بتحرك وعندي بنت مطلقة مع اربع عيال قاعدة معايا ولما ربنا فرجّ عليها راح 🎵 شقة. مم. ثابتني هي وعيالها. مم. وما تبعى كليش حد يخدمني وانا قاعدة متقاعدة. مم. يعني ادعى عليها. ولا اقول عليها وعيالها لانا شلتهم اربع سنين بعد طلاقة. وهي مش 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 تيقول العالم كلهم ولا العالم عاك. ده اخذتهم الاربعة. مم. وما حدش بيخدمني دلوقتي وما فيل علي الباب الاربع حتاب. وكل شويس نقل من شقة لشقة. مم. وما عايش متفينيش علاج ولا حاجة. ويخذ علاج اعصار ورحت الدكتور كبير. انا مش محتاجة حاجة. انا عايزة بس اخدش درم السنين. او مستشفى تحميني. يسترك يا دكتور حازم. حد يسمعني تبناني وديني مستشفى. او حد يودي درم السنين. حاضر يا امي حاضر. ان انا مش اذر تعبانة. تعبانة بالله عليك. حاضر يا امي حاضر. حاضر. حاضر يا امي. سيب رقمك في الكنتور اليوم. اقول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا امر عند له الجبين. الله يكاد القلب ينخلع من مكانه. يكاد العقل يقف من التفكير. تكاد العيون تبكي دما. الام بعد هذه الفترة وما فعلته من خير. وما فعلته من فضل حملت هذه البنت. ثم بعد ذلك ربتها. وثم بعد ذلك تزوجت وانجبت اولادا. بعد كل هذا. هذا هو الحال. هذا هو المقام. ايه اللي جرى. ايه اللي حصل. ايه اللي حصل للناس. من اجل ايه متاع قليل. كل متاع الدنيا قليل. والاخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيرة. الى هذه الدرجة وصلنا والله. وصل بعضا من الناس. الى هذه الدرجة. القحود على الاب والام. مهما كانت يا اخي. مهما كانت هي ام. مهما كانت. والله وطالله وبالله لن ينال الانسان كرما من الله ولا عطاء من الله ولا فضلا من الله الا ببركة الام. يقال في كتب التفسير. ان فرعون كان لديه ام. ظل يخدمها ثلاثين سنة. فلما توفت. ومع ذلك هو يقول انا ربكم الاحض. مع ذلك الله تبارك وتعالى لم ينزل عليه العذاب. من اجل اكرام لامه. اكرام لامه. اين انتم من قصة جريج. اين انتم من قصة هذا العبد الصالح. الذي طلب الحبيب صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم. ان يسألوه الدعاء. اين انتم من هذا القصص ببركة الام. اين انتم من قول الله وقضى ربك فان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. اين انتم من قول الله وصينا الانسان بوالديه حملته مهونا على وهنه وفصاله في عامين. ان نشكر لي ولوالديك الي المصير. اين انتم من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذنب او كل عمل يؤخر الله تبارك وتعالى الى يوم الكيامة الا العقوق. فانه يعجل اهلو صاحبي في الدنيا. والله ما يفعله الابناء في الاباء. لابد ان يجنيه هؤلاء الابناء بعد ذلك من الابناء. اللي تفعله تحصده. اللي تعاليه النهاردة فبك هتلاقي بكرة من اولادك برضو. الكلمات تتطير. الدموع والله تنفجر من قلبي وعيني. لان الانسان يتماسك باحصابه. الام. من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله. قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. شو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لسيدنا النبي. لما ذهب في زيارة كما اخرج الامام البخاري لزيارة اخواله بن نجار. وعاد وماتت امه عند الابواء كرب من مكة. ودفناه الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لديه ست سنوات. الحبيب في فتح مكة وهو حائد. وقف على قبر امه يبكي حتى بكى الجيش. مئة الف. مئة الف. بكوا على بكاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال في عقيم وتقلبك في الساجدين. بك سيدنا النبي. بك سيدنا النبي. الى هذه الدرجة وصلنا من القحود والانكار. اقول لا حول ولا قوة الا بالله. والله وتالله وبالله. الحبيب قال ما من عبد يسترعيه الله رعية. يموت يوم يموت. وهو غاش لرعيته. الا حرم الله عليه الجنة. هذه البنت هي راعية. الله سيحاسبها على هذا الفعل. وسترى امرا عجيبا. في الدنيا قبل الاخرة. ما فعلته سيفعل. وذكرنا قبل ذلك كصة هذا الرجل الذي صنع طبقا من خشب. امام ابنه. واحد عمل طبق من خشب. لان ابو ايده وفهرع عاش وكلام من ده. فالطبق كل شوية كسر. فصنع طبقا من خشب. فابنه بيسأله. بقول له ايده. قال له طبق من خشب. قال له ماذا تفعل به. قال صنعته لجدك. لانه ينكسر منه الطباق او طباق. فطقط الغلام او الولد رأسه وقال نعم نعم. سأصنعه لك في الكبر. بيان عملي. في لحظته. فبكى الرجل. قصة الثلاثة الذين ضاق عليهم الغار. توسلوا بالعمل الصالح لرب العالمين. هذا الرجل واحد منهم. اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران. القصة كما تعرفونها. الغلمان يبكو من الجوع والزوجة. وهو يحمل الطبق. فيه لبن يقف حتى استيقظ الاب والام. وسقاهم. ثم بعد ذلك قال اللهم انك تعلم. ان كنت قد فعلت هذا لوجهك الكريم. ففرج عننا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. الحديث في الصحيحين. يا امة رسول الله. ماذا سنقول لله تبارك وتعالى. والله الامر. يعني قد بلغ اشده. ماذا سنقول الله. ان تغالي عند الله ان طبقت ما قاله الله. الوقت قد داهمنا. لكن هذا الرجل الذي زهب. وبعد ذلك اعد في هذا الكوخ. وصنع له كوخ. ثم بعد ذلك هذا الكوخ. تطاير. وبعد ذلك هذا الكوخ. لما اصابته النيران. والدخان تطاير. اخذ يبكي. فباكى. فبتزت ليلة. من الجوع. وفي برد. وفي برد. الى غير ذلك. ففي الصباح وجد سفينة. قد نزل منها. يعني قاربا. فلما ركب سألهم عن ماذا. قال رأينا دخانا. فوجدنا ان هناك رجل لن يستغيث. اقول. وهنا اقول. اللهم اجعل نصر بلد السلم والسلام والامن والامان والرضا والاستقرار. اللهم ان نسألك يا ربنا ان تحمي شبابها وابناءها ونساءها وغيشها وشعبها وامناء. وان تحميها كلها بوركة الصلاة على النبي الامين. وبوركة رسول كريم والله اكرمه. فهل فقير بين الكريمين يحرمه. لا والذي خلق الاكوان من عدمي. لا يحرم فقير من الكرم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.